موسيقى مسؤول عغاثي غربي يشبه الحوثيين بطلبان ويدعو لإجراءات دبلوماسية وأمنية توقف تصرفاتهم تسطر الحوثيين على مغتصب طفل يشعل الصراع بين الميليشيات وقبائل البيضة ستون منظمة حقوقية تطالب بإدراج ملف المخفيين ضمن أولويات إنهاء الصراع في اليمن الحوثي يعمق لانقسام الاقتصاد في اليمن بمنعه الحركة التجارية بين المناطق المحررة ومناطق سيطرته موسيقى موسيقى أهلا بكم من جديد إلى ساعتنا الثانية سيكون التركيز فيها الأكبر على الشأن اليمني ونناقش ونبدأ من البحر الأحمر في المنطقة التي تنشط فيها هجمات الحوثيين ضد الملاحة فعلى بعد سبعين ميل بحريا شمال غرب أصليف في اليمن استهدف مقذوفاني سفينة تجارية بينما وقع آخر قرب السفينة فيما أكملت السفينة رحلتها إلى وجهتها دون إصابات كما استهدفت مسيرة سفينة تجارية على بعد خمسين ميل بحري غرب الحديدة في اليمن وعلى بعد ثلاثة أميال بحرية من آخر موقع مرصود للسفينة التي تعرضت إلى هجوم في وقت سابق اليوم على جانب آخر شن مسؤول إغاثي ألماني هجوما عنيفا ضد الحوثيين وشبههم بحركة طلبان في أفغانستان وحذر مدير مكتب مؤسسة فريدراتش أيبرس الألمانية من سياسة الإرضاء التي يتبعها المجتمع الدولي مع الحوثيين مؤكدا أن هذا الأسلوب دفع الحوثي للتصعيد بخطف الموظفين المحليين العاملين في المنظمة الدولية ومهاجمة الملاحة البحرية في البحر الأحمر والسعي إلى تقسيم اليمن كخطوة بخطوة متعديا كل الخطوط الحمراء إذن نحن أمام صوت جديد يأتي هذه المرة من ألمانيا في إطار توصيفه للحالة في اليمن انطلاقا من انتقادات يوجهها هذا الصوت إلى الميليشيات الحوثية إذن بدأت أصوات غربية تعلو في وجه الحوثي بعد صمت طويل رغم الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق اليمنيين والوكلات اللغاثية والاستحواذ على المساعدات الإنسانية مدير مكتب مؤسسة فريدراتش أيبرت الألمانية في اليمن والسودان أول الأصوات الأوروبية التي تواجه الحوثيين بانتقادات شديدة قال إنهم يتبعون أسليب قمعية كتلك التي تستخدمها طلبان في أفغانستان المسؤول الألماني أعرب في مقال بعنوان ما الخطوط الحمراء عن قلقه العميق إذا الوضع المتدهور في مناطق ساترة الحوثيين وقال إنها في عزلة تامة وأشار إلى وجود مخاوف حول مصير حوالي 60% من الموظفين العاملين في المنظمات الدولية محتجزين في أماكن مجهولة لدى الحوثيين ولفت مدير مؤسسة فريدراتش إلى أن الحوثيين يستمرون في تصعيد الأوضاع بخطف الموظفين الدوليين وإخفائهم وعرقلة حركة الشحن في البحر الأحمر بشكل متعمد وحذر من أن سياسة إرضاء الحوثيين أدت إلى تقوية قاعدتهم الشعبية وإعطائهم لانطباع بأنهم يفعلون الشيء الصحيح وأضاف مدير المؤسسة الألمانية أنه تم تقسيم اليمن على مدى عشر سنوات ليس بالمفاوضات السياسية وإنما خطوة بخطوة على المستويات الأدنى على مرأة الأمم المتحدة ومشيرا إلى أن رد الفعل الدولي تجاه الحوثيين كان معتدلا ما سمح لهم بالتمادي في أفعالهم دون عقاب حقيقي واختتم مقالته بالقول أن اليمن يواجه خطر لانزلاق إلى المجهول إذا لم يتم اتخاذ إجراءات دبلوماسية وأمنية حازمة لوقف تصرفات الحوثيين إذن هذا سؤال مهم جدا ولكنه ليس الانتقاد الأول انتقادات كثيرة وجهت إلى الميليشيات الحوثية ولكن كيف يمكن أن تفعل هذه الانتقادات لأن تكون مفيدة أكثر أناقش هذا الموضوع مع ضيفي من بلفاز تعاصمة أرلندا الشمالية صادق الوصابي زميل باحث في مركز واشنطن للدراسات اليمنية أستاذ صادق أهلا بيك هنا سؤال كيف يبنى على هذا الانتقاد هو صوت واحد لمؤسسة إغاثية ألمانية كيف يبنى عليه لأن يكون هذا الانتقاد مفعل يعني يتبعه إجراءات من الأمم المتحدة ومن غيرها ضد الحوثيين تحية لك أستاذ محمود حياتي سؤال هذا في الحقيقة تحليل فعلي للواقع في اليمن وما جاء في هذا المقال الذي كتبه المسؤول الألماني سبق أن تحدث به وحذر منه العديد من اليمنيين وناشطي حقوق الإنسان والباحثين اليمنيين خلال السنوات الماضية ولكن للأسف كان ينظر إلى هذه التحذيرات كنوع من المبالغة أو كنوع من المكايدات السياسية من قبل المجتمع الدولي وكأن هذه التحذيرات عبارة عن منافسة سياسية وفيها نوع من المبالغة هذه خطوة شجاعة من هذا المسؤول الألماني وتدلل على أن المجتمع الدولي بأنه يستحيل العمل مع هذه المنظمات والعودة إلى سؤالك يمكن البناء على هذه الخطوة الشجاعة ويمكن إقناع المجتمع الدولي بأن يخطو نحو هذه الخطوة وبأن يتحدث بشفافية وبصراحة حول العراقين والعاقات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية تجاه هذه المنظمات واتجاه اعتقال الموظفين والاستفزازات التي تقوم بها جماعة الحوثي والتصعيد الذي قامت به هذه الجماعة خلال الأشهر نتيجة هذا التهاون والتساهل من قبل المنظمات الأممية والمنظمات الدولية يعني نحن أمام مقال كتبه مدير مكتب مؤسسة فريدريتش أيبرت الألمانية في اليمن وفي السودان هذا مقال رأيي نشر في وسيلة إعلامية ما وهذا المقال يوصف الحالة في الداخل اليمني هو مجرد مقال لكن نحن نريد أن نذهب أبعد من مقال يكتبه مسؤول إغاثي يعني يعمل ويعرف الحالة اليمنية كيف يمكن تفعيل الضغط الإغاثي يعني الميليشيات تختطف موظفين في الأمم المتحدة والأمم المتحدة لا تفعل أي شيء يختطف موظفين في عمال إغاثة ولا تفعل الأمم المتحدة ولا أي دولة تفعل أي شيء وبالتالي هنا كيف يمكن قراءة الوضع الدولي وليس الوضع في داخل اليمن لماذا الصمت في اعتقادك؟ نعم أولا بكل بساطة على هذه المنظمات أن تخطو نفس الخطوة التي اتخذتها مؤسسة فريديش أيبرت من نقل عملياتها ومكاتبها إلى العاصمة عدن الآن مؤسسة فريديش أيبرت تعمل بكل حرية وتعمل بكل تسهيلات تقدم لها الحكومة الشرعية من داخل العاصمة المؤقتة عدن وبالتالي على هذه المنظمات بدلا من التعويل على إقناع جماعة الحوث الذي اتضح بأنه لا يمكن إقناعه بأي طريقة من الأحوال بأن يقدم التسهيلات لعمل هذه المنظمات كانت هناك محاولات كبيرة ونحن نتفهم الوضع الاستثنائي الذي يعيشه المواطنون في مناطق سيطرة الحوثي ونتفهم أيضا قلق هذه المنظمات الدولية من أن انتقالها إلى العاصمة المؤقتة عدن وإيقاف أعمالها داخل مناطق سيطرة الحوثي قد يؤثر سلبا على العمليات اللغافة الإنسانية التي يحتاج إليها المواطن اليمني بشكل كبير ولكن نحن رأينا خلال الشهور الماضية استحالة العمل مع جماعة الحوثي الحوثي عرقل وشل العملية الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وليس هناك خيار أمام هذه المنظمات إلا أن تتوحد وأن تصدر بيانات مشتركة تهدد فيها الحوثي أو تقول الحوثي ما لم يتم الإفراج عن المعتقين وما لم يتم تسهيل الأعمال اللغاثية والإنسانية فنحن سنضطر إلى تعليق العمل في مناطق سيطرتكم وسنتجه إلى مناطق أكثر أمانا طيب في اعتقادك إذا كانت هذه المؤسسة نجحت في أن تنتقل أو تنقل مكاتبها من صنعاء إلى عدن فما الذي يؤخر بقية الأماكن الأخرى أو المنظمات الأخرى لأن تنقل مكاتبها وهل كان لهذا الرجل أن يكتب هذا المقال لو ظل مؤسسته ومنظمته في داخل صنعاء؟ يستحيل أن يقول ويكتب هذا المقال لأنه سيعرض ليس فقط نفسه للخطر ولنما سيعرض موظفيه العاملين في هذه المؤسسة للخطر نحن نعلم بأن هذه المؤسسة والتي بالمناسبة تم تأسيسها في العام 1999 ومنذ ذلك الحين وهي تعمل بكل نشاط وقدمت العديد من المساعدات والمساهمات في اليمن وهي من المؤسسات العريقة ولكن للأسف الشديد اضطرت أن تذهب بمقراتها وبموظفيها إلى العاصمة عدن وأيضا الحوثي قام بنهب أجهزتها وقام بنهب أثاث هذه المؤسسة بشكل كامل المنظمات الدولية باتت الآن تدرك بأنه يستحيل العمل مع الحوثي ولكن مثل ما قلت هي تتخوف من مسألة عرقلة وصول المساعدات الإنسانية لا سيما بأن الـ 70% أو ما يزيد عن هذه النسبة من السكان اليمنيين يعيشون تحت سيطرة جماعة الحوثي وهذه النقطة التي يستغلها الحوثيون ويبتزون بها المنظمات الدولية وأيضا يهددونها في حالة قيامهم بنقل مقراتهم إلى العاصمة عدن سوف يقومون بعرقلة العمل الإنساني بشكل كامل ولكن حتى بوجود هذه المنظمات ما زالت العمليات الإنسانية تم عرقلتها من جماعة الحوثي بكل وضوح ولا زال الحوثي يهيمن ويسيطر وينهى جميع المساعدات الإنسانية فنحن أمام موقف حرج سواء ظلت المنظمات الإنسانية والمنظمات الدولية في مناطق سيطرة الحوثي وسواء غادرت إلى مناطق أخرى أكثر أمانا يظل المواطن اليمني هو الحلقة الأضعف من بين كل هذه الصراعات وهذه الأزمة في اعتقادك تحديدا المنظمات التابعة للأمم المتحدة رغم ما فعلته الميليشيات الحوثية باختطاف كثير من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة لماذا لم تنقل إلى عدن يعني في اعتقادك ما الذي وصلك من أسباب تجعل الأمم المتحدة متقاعسة بشكل أو بآخر على نقل هذا المقار بشكل كامل إلى عدن لأن هذه المنظمات السيد محمود باتت رهينة قرار الحوثي جماعة الحوثي عملت على اختراق هذه المنظمات الأمم المتحدة تستطيع أن تصدر قرار من مقاراتها وبالتالي يتم نقل كل هذه المنظمات هو بالأخير ليس قرار من السهل اتخاذه ستكون عواقب شديدة على المواطن اليمني لأن جماعة الحوثي لا تكترث أبدا بمعاناة الشعب اليمني وستعمل فعلا على عرقلة هذه المنظمات من إيصال أي مساعدة إنسانية في حال قررت نقل مقاراتها إلى عدن وهذا ما تدركه المنظمات الأممية والإنسانية وأيضا سيقوم الحوثي بنحب جميع الأثاث والأجهزة والخوادم وجميع الممتلكات هذه المنظمات التي تقع داخلها لن يسمح حتى بنقل أي قطعة أثاث من هذه المنظمات إلى مكاتب أخرى ولا ننسى بأن هناك العديد من الموظفين الموالين لجماعة الحوثي يعملون لدى هذه المنظمات الأممية وهم من يسعون إلى عرقلة مثل هذا الانتقال إلى محافظات أخرى شكرا كسيزة صادق الوصابي شكرا جزيلا لك أفدت مصادر قبلية بأن التوتر مستمر لليوم الثالث في مدينة رداعة في محافظة البيضاء وسط اليمن بين قبائل أبو صالح وميليشيات الحوثي التي حشدت مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى محيط المدينة وذلك بعد اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص من الطرفين بينهم قياد حوثي وأوضحت المصادر أن القبائل حشدت مقاتليها للضغط على ميليشيات الحوثي وعطتها مهلة مدتها حوالي 24 ساعة الوسطاء قبليين لكي يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكب جريمة الاغتصاب لطفل من أبناء القبيلة في معتقل للحوثيين أثناء زيارته لشقيقي مرة أخرى الخلاف أو الصدام ينتقل ما بين القبائل وما بين الميليشيات الحوثية القبيلة في اليمن مكون رئيسي لهذا المجتمع المهم إلى أي حد يمكن أن يكون مؤثرا تتجدد الاشتباكات بين قبائل محافظة البيضاء وميليشيات الحوثي بين الفينة والأخرى وبين اشتباك وآخر تتعدد الأسباب يوم أمس شهدت مدينة رداع اشتباكات عنيفة بين قبائل قيفة والميليشيات خليفتها هذه المرة جريمة تغتصاب قياد حوثي لطفل في الثالثة عشرة من عمره فكيف بدأت القصة يوم الأحد الماضي تعرض طفل للاغتصاب أثناء زيارته لشقيقي المعتقل في السجن المركزي في مدينة رداع جريمة هزت محافظة البيضاء وسط انكار واستنكار الميليشيات الحوثية ووسائل الإعلامية بعد يومين من الحادثة وبضغط قبلي أقرت الميليشيات بوقوع الجريمة وكلفت لجنة للتحقيق فيها نتيجة الضغط الشعبي واحتشاد قبائل المنطقة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما عاجلا بالإعدام تعزيزا بحق عبد الكريم العمراني باعتباره المتهم بارتكاب الجريمة بعد يوم واحد فقط من صدور حكم الإعدام بحق المتهم العمراني تبين أن مرتكب جريمة الاغتصاب عنصر حوثي من حراس السجن وليس العمراني المحكوم بالإعدام والذي حاولت الميليشيات تقديمه كبش فداء على إثر ذلك احتشدت القبائل إلى محيط السجن وطالبت الميليشيات بتسليم مرتكب الجريمة الحقيقي واندلعت اشتباكات أصفرت عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم قيادي حوثي إذن هذه الحادثة تطرح سؤال كبير بدوره أطرحه على ضيفه فيما يتعلق بالصدام ما بين القبيلة والميليشيا إلى أي حد يمكن أن يكون هذا الصدام مؤثر من مأرب سوز أحمد عائد رئيس تحرير موقع مأرب بريس سوز أحمد أهلا بك خلينا نأخذ تفاصيل سريعة عن هذه الحادثة إلى أي حد انتهت يعني هل ما زال الغضب القبائل قائم بهذه الطريقة وهل حكم الإعدام هذا يمكن أن يكون ترضية بشكل أو بآخر أو كبش فداء لهذا المحكوم عليه مرحبا أخي وبكل المشاهدين الكرام طبعا محافظة البيضاء وتحديدا قيفة ردع تحتشد فيها الكثير من التوتر بين الطرفين خاصة في ظل توافد العديد من أبناء القبائل دعما لإخوانهم الميليشيا الحوثية مثلت لها محافظة البيضاء وردع تحديدا صداعا مزمنا وقلقا متصاعدا للنزعة الثورية المتواجدة في هذه المحافظة ولذلك عملت خلال اليومين الماضية على أكثر من صعيد ففي نفس اللحظة التي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى أطراف المناطق المتوترة لمحاولة استعدادات لمواجهة أي توتر عسكري دفعت أيضا بوساطة قبلية وضغط على ذوي وأقرباء أو تحديدا والد الطفل في قضية محاولة إرغامه على الاعتراف بالحكم الصادر عن أحد محاكم الحوثيين الذين قدموا كبشة فداء بمسمى آخر ليس هو المتهمة الرئيسي كما تتحدث عائلة الطفل المختصب فالتوتر الحاصل الآن تخشى الميليشيا الحوثية انتجار الوضع لكنها دفعت وبقوة الرجال القبائل والمشائخ في المنطقة لمحاولة امتصاص الغضب المتصاعد في مديرية رداء ومحاولة المراضاء تأكيدهم بأن حكما نافذا سيصدر إلى آخره معلومات قريبة من أقرباء الطفل المختصب تؤكد أنه تلقى تهديدات ومحاولة إرغامه على الاعتراف بأن من صدر بحقه حكم الإعدام هو نفسه الجاني الرسمي ناهيك عن ضغوطات بتهديدات أكثر ربما تشمل العائلة لإرغامهم على الاعتراف بذلك لأنهم يرون أن الرضوخ للمطالب رجال القبائل يعتبر انتصارا قويا للقبيلة وهذا ما يعني ارتفاع الروح المعنوية وارتفاع صوت القبيلة أنا أسألك هنا أنه ليست كل القبائل في اليمن لديها نفس القوة يعني نحن أمام خصوصية للقبائل في محافظة البيضاء باعتبارها منطقة تماس طائفي بشكل أو بآخر ما بين الزيدية وبين المناطق الأخرى وهنا هذا التماس إلى أي حد يكسب هذه القبائل أهمية أو يخافها الحوثيون بشكل أو بآخر طبعا محافظة البيضاء أو رجال القبائل بمحافظة البيضاء لديهم موقع جغرافي مهم فهم محيطين بثمان محافظات يمنية أربع شبالية وأربع جنوبية وهذا التداخل الكبير بين المحافظات اليمنية هم أيضا يعتبروا حاضنة ثورية ليس من اليوم فقط وإنما حتى من أيام الإمامة كانت لهم صولات وجولات يعني رافضين الحكم الإمامة وحكم الكهنوت الإمامي إلى آخره فالطبيعة الجغرافية والتنوع القبلي الموجود في هذه القبيلة إضافة إلى الموقع الجغرافي يعطيهم الكثير من الحركة والتحرك والتكاتف والتكافل بين هؤلاء الرجال أعطاهم هذا الحراكة ليس من اليوم وإنما من القديم ولذلك الميليشيا الحوثية من أول لحظة يعني بعيد اتفاق السلم والشراكة كان لديهم مطلبان أساسيان يعني الملحق الأمني لاتفاق السلم والشراكة الذي تم في 2014 كان ينص على أن محافظة البيضاء ومحافظة مأرب يجب أن يتم فتح جبهة لمحاربة الإرهاب وهي الذريعة التي دائما تحاول الميليشيا الحوثية لإخماد القبيلة التي ترى فيها لم تتطوع أو لم تنحني خضوعا للميليشيا الحوثية الأكثر دهشة هو قضية أن المجتمع القبلي ليس على مستوى محافظة البيضاء وإنما ككل مندهشون من تصاعد الجرائم الأخلاقية وباتوا يرون على أن هناك استهدافا للهوية الأخلاقية اليمنية ما حدث في البيضاء من الكشف عن عملية اختصاب ربما يقابلها أكثر من مئة حالة مخفية اليمنيون بطبيعتهم القبلية والأخلاقية يرون أن ظهور هذه القضايا ملمة بقضايا العار وإلى آخرة فيلجأون إلى التكتم وإلا هناك تصاعد مخيف ليس لقضية اختصاب الأولاد أو الصغار السن وإنما حتى الاقتصاب النساء وهناك تقارير دولية تحدثت حول هذا الموضوع حتى تقارير الأمم المتحدة ومجلس الأمن وهناك قيادات عليا ثبت تورطهم بمثل هذه القضايا الأخلاقية التي تمس كرامة اليمنيين بشكل عام عود مرة أخرى للقبيلة أستاذ أحمد ما هي قوة هذه القبيلة لو قلنا أن قبائل محافظة البيضاء سيزداد غضبهم في الفترة القادمة ما الذي يمكن أن يحدث ما ذلك الخطر الذي انحدث ربما ستتضرر الميليشيات الحوثية القبيلة في اليمن هي قبيلة مسلحة وبات رجال القبائل يملكون خاصة في ظل الحرب التي ضغط على كل عموم محافظة الجمهورية باتت حتى الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تحت سيطرة رجال القبائل وأبناء محافظة البيضاء من القبائل اليمنية التي لديها رغبة في اقتناء مثل هذه الأسلحة وكذلك النزعها الحرية وعدم الخضوع للآخر مثل هذان عنصران قويان لقبائل البيضاء وهو ما ترى فيه الميليشيات الحوثية عوامل قوة يجب أن تخمت بأي وسيلة ولذلك رأينا تعاملهم دائما استخدام القوة والترهيب وفي نفس اللحظة يستخدمون الوساطات لامتصاص الغضب الشعبي ورأينا كيف تم التعامل في أحداث قيف قبل قرابة الشهر ووصل الأمر بعد أن تم طردهم من القرى التي كانوا فيها باللجوء إلى النظام الإمامي القديم وهو نظام الرهائن بمعنى أعطونا مجموعة من الرهائن ونحن سنحاول امتصاص هذه القضية ونلبي رغباتكم ومطالبكم فتعمل الميليشيا الحوثية في التعامل مع القبيلة في البيضاء على عدة محاور وأصعدة في لحظة لا تخشى من انفجار الوضع لأن هناك أمس من دعا للنكف القبلي بمعنى توجيه نداء استغاثة لأبناء القبائل للتوحد وجمع الكلمة لمواجهة الميليشيا هم تواصلوا مع معظم المشائخ في البيضاء لتهديئة الوضع شكراك سيد أحباد عائد رئيس تحرير موقع مأرب بريس شكرا جزيلا سيد أحباد بعد الفاصل إلى عنوان يمني جديد وفيه البعثة الأممية في الحديدة تحصي مقتلة وإصابة خمسة وخمسين مدني في الغم الحوثي منذ بداية العام الجهر اكثر من 22 مليون متابعاً وما يقارب أربعمائة وخمسة وسبعين مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي شاهد وشارك وتساعد الآن تتقدم قوات الجيش الإسرائيل وآلياته طيّة الكثفي كل النازحين ما فيش أكل يكثفي كل النازحين ما فيش الناس تتمشي في البعض أقدمت قوات الجيش الإسرائيل على إحراف عدد من ملاكز الإيواء في منطقة الشرق جباليا إحنا تعبنا من اطمجنا من مكان لمكان وين العديد وين الدين وين الضمياء بيقصد في كل المصابين أطفال نساء بار في السن لا نريد منكم مساعدات نريد الطغط على الاحتلال بوقف عدوانه وقتل أطفالنا والنساء مش عارفين من نروحنا الآن تحرق هذه المدارس ومركز الإيواء مرضينا لنطلع إحنا مش عارفين ايش نعمل يا علي ذخيل الله موقف العرب يعني أوقفوها تعبنا والله تعبنا طلب تحالف حقوقي يتكون من ستين منظمة رعاة محادثات السلام في اليمن بإدراج ملف المخفيين قصرا ضمن أولويات إنهاء الصراع وأكدت تحالف الحقوق في بيان على ضرورة تشكيل لجنة وطنية للبحث عن المخفيين ومعالجة أوضاعهم وأوضاع عائلاتهم كجزء أساسيا من أي عملية انتقالية البيان أشار إلى عدم إمكانية تحديد عدد المخفيين قصرا في حين تقدر تقارير حقوقية عددهم بنحو 1200 مخفي تتحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية تختطاف أكثر من نصفهم وأكد البيان أن 75% من الوفيات في السجون هم من المخفيين قصرا نتيجة تعرضهم إلى التعذيب كشف تقرير حقوقي استحداث الحوثيين لـ 404 سجون جديدة في مناطق سيطرتهم خلال العشر سنوات الماضية بينها 128 سجنا سريا وأشار تقرير عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن ميليشيا الحوثي تدير حاليا 641 سجنا منها 237 من السجون الرسمية التي سيطرت عليها بعد الانقلاب واتهمت الشبكة الحوثيين برفض الكشف عن مصير 2406 من المدنيين مخفيين قصرا بينهم 133 امرأة و117 طفلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من الرياض للأستاذ محمد العمدة رئيس الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان ومستشار أمين العاصمة أستاذ محمد أهلا بك خلينا نقف أمام الأرقام واضح في تضارب كبير وتفاوت في أرقام المخفيين قصرا حتى الآن في سجون ومعتقلات الحوثيين أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين والمتابعين الأكارم نعم اليوم سجون الميليشيات الحوثية وزنازينها مكتظة بعدد المعتقلين والمختطفين قصرا من المدنيين القابعين في المحافظات التي تسيطر عليها هذه الميليشيات الحوثية في الوقت الذي تخلو سجون الميليشيات الحوثي من المجرمين ومن القتلى ومن المنتمين لتنظيم القاعدة التي استخدمتهم ميليشيات الحوثي لصالحها وجندتهم لصالحها تكتظ سجون هذه الميليشيات الحوثية بل مدنيين سواء بالطلاب أو الأكاديميين أو السياسيين أو مشائخ القبائل أو كذلك الشخصيات الاجتماعية أو الصحفيين أو المحامين أو النشطاء أو غيرهم ممن أو أيضا حتى الأطفال والنساء أو غير ذلك ممن تم اعتقالهم اليوم أخي محمود لا تستطيع أي منظمة يمنية أن يكون لديها رقم حقيقي في عدد المختطفين والمخفين قصرا لدى هذه الميليشيات الحوثية خصوصا أن عملية الإخفاء القصري والاعتقال التعسفي مستمرة وبشكل يومي وبشكل منظم ومنهج تقوم بها ميليشيات الحوثي ولذلك الأرقام متضاربة ومتفاوتة أضف لهذا القبضة الأمنية التي تحكمها ميليشيات الحوثي في المحافظات التي تسيطر عليها ولهذا يصعب علينا كثيرا وعلى الراصدين لدينا في الميدان وفي المحافظات التي تسيطر عليها هذه الميليشيات الحوثية وأيضا المحققين الميدانيين يصعب علينا كثيرا الوصول إلى كل عدد الضحايا التي اعتقلتهم الميليشيات الحوثية أو إلى أسرهم ولكن ما ذكر في هذا التقرير هو تقرير صدر عن شبكة صدر عن الشبكة اليمنية الحقوق الإنسان التي أنت ترأسها أستاذ محمد وبالتالي أكيد أنتم استندتم على معلومات وبراهين وأدلة تشير إلى هذا الرقم 2406 دول المخفيين بشكل كامل من النساء ومن الرجال في 133 امرأة و117 طفل دمن 2406 بكل تأكيد أخي محمود هذا ما كنت أريد أن أوضحه لكن ما ذكر في هذا التقرير 2406 مخفي قصرا لدى في سجون ميليشيات الحوثي هو الأشخاص الذي وصلنا إليهم وقابلنا أسرهم استمعنا إلى الشهود وثقنا شهادات وفقا للأدلة للإستمارات المحددة الذي حددتها الأهليات الدولية وكذلك مجلس حقوق الإنسان والأهليات المعتمدة بها دوليا قابلنا أسرهم أخذنا توكيلات من هذه الأسر تأكدنا تماما وفحصنا كل الأدبيات والمعلومات وتأكدنا وجود هذا الرقم وهذا العدد في سجون الميليشيات الحوثية ونحن لدينا قاعدة بيانات كاملة تم تسليمها إلى مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا أرسلنا نسخة إلى الصليب الأحمر وأرسلنا نسخة أخرى إلى لجنة العقوبات الدولية أرسلنا نسخ أخرى أيضا من قاعدة هذه البيانات إلى كافة البعثات الدبلوماسية والسفارات التابعة للإتحاد الأوروبي وكذلك للدول الخمسة المؤثرة الصانعة القرار العالمي حاولنا أن نوصل الرسالة للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية حتى لا تتعامل مع هذه الميليشيات الحوثية اليوم يجب أن يفهم الجميع ويجب أن يفهم العالم بأسرة كيف تتعامل ميليشيات الحوثي مع المدنيين اليمنيين العزل أغلب من تم اعتقالهم ومن تم إخفاههم القصري أخي محمود في سجون ميليشيات الحوثي تم اعتقالهم من النقاط العامة من المواصلات من أيضا مساكنهم من بين أطفالهم من المساجد العامة من الأسواق الشعبية أغلب هؤلاء المعتقلين أو جل هؤلاء المعتقلين وفقا للبيانات التي وصلنا إليها يعانون من أمراض دائمة من أمراض مستدامة كأمراض الضغط والسكر والقلب بمعنى أنهم بحاجة إلى علاجات دائمة ومنتظمة بمعنى أنهم بحاجة إلى مراجعة عيادات خاصة ودكاتر خاصين ولذلك اليوم ميليشيات الحوثي تخفيهم لديها وتنكر أيضا وجودهم وتمنع وصول الدواء إليهم أو تمنع وصول الأطباء إليهم وهذا ما يجعلهم يعانوا الأمرين في سجون ميليشيات الحوثي نحن أيضا وثقنا في هذا التقرير عدد كبير ممن تم الإفراج عنهم ممن أصيبوا بالفشل الكلوي وكذلك بالعاهات المستدامة كالشلل وغير ذلك وثقنا أيضا ممن توفوا بنوبات قلبية نتيجة للإهمال الطبي والصحي من قبل ميليشيات الحوثي وثقنا أيضا ممن عذبتهم ميليشيات الحوثي حتى بعضهم أصيب بعاهات دائمة اليوم للأسف الشديد لا توجد أسرة من الأسر في هذه المحافظات القابعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي إلا وهناك مأساة وهناك قصة ما سمعناه وما استقبلناه من بلاغات ومن شكاوى من هؤلاء المدنيين هي قصص مؤلمة جدا بل يندى لها الجبين اليوم على المجتمع الدولي بأسرة أن يتعامل بجدية مع هذا الملف الإنساني واته ليتعامل بصدق مع معاناة اليمنيين في سجون ميليشيات الحوثي وأن يضغط على هذه الميليشيات الحوثية لإطلاق جميع الأسرة دون قيدنا أو شرط اليوم ميليشيات الحوثية لم تكتفي فقط باعتقال المدنيين اليمنيين أيضا أخفت موظفي المنظمات التابعة للأمم المتحدة ولهيئات الأمم المتحدة وللوكالات الدولية وهذا خلق أيضا معاناة جديدة تضاف إلى المعاناة التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني أغلب اليوم أغلب المنظمات الإنسانية العاملة في الوسطة اليمني قامت بتعليق أعمالها في المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي نتيجة لجرائم ميليشيات الحوثي واعتقالها للموظفين وهذا ما عرض الكثير وأحرم العديد من المدنيين من المساعدات التي كانوا يعتمد عليها المقدمات المقدمة من المنظمات الدولية والدول المانحة شكرا أكسي محمد العمدة من الرياض شكرا جزيلا لك أشير لهذا التصريح لوزير خارجية الإسرائيلي تعليقا على تصريح وزير الخارجية البريطاني والموقف البريطاني من تعليق وتجميد 30 نوع من الأسلحة التي كانت تصدر من بريطانيا إلى إسرائيل يقول وزير خارجية الإسرائيلي أن إسرائيل محبطة من سلسلة القرارات التي اتخذتها بريطانيا في الآونة الأخيرة ويقول أيضا أن تعليق تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل يبعث برسالة ملتبسة لحماس وإلى إيران إذن نحن أمام أول تعليق من وزير خارجية من وزير خارجية الإسرائيلي تعليقا على الخطوات البريطانية بتعليق 30 نوع وفئة من الأسلحة التي تصدر من بريطانيا إلى إسرائيل وهذه مظاهرات إسرائيلية في الشارع الإسرائيلي وأشير أيضا إلى أن هذا الإضراب الذي اتخذته أو قام به النقابة العمالية الكبرى في إسرائيل وهي اتحاد العام لعمال إسرائيل تم تجميده من قبل المحكمة بقرار اليوم لكن التظاهرات مستمرة كما تتبعون بهذه الطريقة في الشارع الإسرائيلي في واحدة من أوراق الضغط الكبرى التي تمارس على نتنياهو في ضرورة إضرام صفقة نستمع لبعض الأسواب إذن نحن كنا أمام هذه تظاهرة في الشارع الذي تم إبطاله هو إضراب إضراب يعني المصالح الحكومية تغلق أبوابها كانت أكثر المدن تضررا من هذا الإضراب هو تل أبيب وحيفا لكن بقية المدن الإسرائيلية لم تستجب لهذا الإضراب إضراب إغلاق المصالح الحكومية لأبوابها ومؤسساتها لكن التظاهرات التي نتبعها في الشارع هو حراك المستمر منذ يعني فترة طويلة جدا في ظل مماطلة نتنياهو للدخول إلى إنهاء هذه الصفقة التي يتم على إثرها إخراج المختطفين الإسرائيليين عند لدى حبس تظاهر حاشدة في الشارع الإسرائيلي أعود لي أشأن اليمني أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة مقتل وإصابة 55 مدني جراء حوالث الألغام الحوثية والمتفجرات في محافظة الحديدة خلال الأشهر السبع الأولى من العام الجاري وبحسب إحصائية نشراتها البعثة فإن 24 مدنيا لقوا مصرعهم وأصيب 31 آخرون في 36 حادثة وقع عدد منها في مدريات المحافظة وأشرت البعثة الأممية إلى أن أكثر المدريات تضررا من الألغام ومخلفات الحرب وسجلت البعثة حادث انفجار واحد في مدرية حيس خلال أغسطس الماضي تسبب في ثلاث إصابات منعت ميليشيا الحوثي الحركة التجارية بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها في خطوة تعيق المساعي الأممية لإنهاء الانقسام الاقتصادي في اليمن وأكد رجل أعمال يمني أن الحوثيين بدأوا منذ نحو شهر في منع التجارة والتجار في المناطق المحررة من إدخال بضائعهم إلى صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات وأشار في منشور عبر فيسبوك إلى أن ميليشيا الحوثي تعمل على دعم تجار جدد للسيطرة على وكالات التجارة الممنوعة من الدخول إلى مناطق الحوثيين وكان الحوثي قد منع التجار في مناطق سيطرته العام الماضي من الاستيراد عبر مناطق الحكومة وحضر الاستيراد عليها نهائيا إلا عبر موانع الحديدة أستاذ عبد الحميد المساجد المحل الاقتصادي مع عمنا القهراء أستاذ بحميد كيف يمكن أن نفهم هذا الموضوع هل أصلا كان هناك حركة يعني منذ بداية الانقلاب الحوثي كانت هناك حركة تجارية ما بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمناطق التي تسيطر عليها الشرعية بكل تأكيد السوق اليمنية هي كل لا يتجزأ سواء الذي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أو التي في مناطق سيطرة الحوثي إذ أن بعض التجار يتخذ من مختلف محافظة مخازن ومراكز مركزا لتوزيع المنتجات بحيث تكون مخزن لاستقبال الواردات من السوق الخارجي ومن ثم يقوم بإعادة توزيعها التجارة الداخلية موجودة من قبل بين المحافظات خاصة أن مثلا صنعا تعتبر مركز ومخزن تجاري لأغلب الشركات التجارية وفيها يخزن التجار بضائعهم وتعتبر المقصد الأول والوجهة الرئيسية الأولى للسلع المستوردة ولكن الإجراءات الحوثية المتخذة خلال الفترات الأخيرة تتجه باتجاه شرذمة البلد شرذمة الاقتصاد اليمني محاولة تأسيس كنتونات اقتصادية سواء من خلال أولا منع استيراد السلع والبضائع من عبر الموانئ المحررة أو حتى دخولها إلى مناطق الحوثيين برا من مناطق الحكومة الشرعية ووقف شاحنات وناقلات البضائع في منافذها الجمركية المستحدثة لفترات طويلة تؤدي إلى فساد هذه البضائع أو في أحسن الأحوال إلى تغريمهم مبالغ مالية باهظة وإجبارهم على كتابة تعهدات تقضي بعدم استيراد مثل هذه البضائع من الموانئ المحررة أعتقد أن الحوثيين هذه عبارة عن خطوة في إطار عدة خطوات أسست لانقسام اقتصادي وتساهم في شرذمة البلد ابتداء سواء أولا من إنشاء منافذ جمركية مستحدثة وأنا أعتقد أن هذه الإجراءات تهدف بدرجة رئيسية التجار والمستوردين من خارج جماعة الحوثي والذين يستخدم الحوثيون هذه الإجراءات في محاولة لتدميرهم في محاولة لإنهاء رأس المال وإعادة تشكيله بما يتيح الفرصة أمام الشركات الحوثية وأمام رأس المال الحوثي خاصة إذا ما تم النظر أن الحوثيين يستوردون بدرجة رئيسية عبر ميناء الحديدة ويخشون من الاستيراد عبر الموانئ المحررة أو حتى أنهم ينفذون هذه التوجيهات بدرجة رئيسية وهذه الإجراءات تستهدف بدرجة رئيسية أهم التجار من خارج الجماعة الحوثية بحيث تنكل بهم وتؤخر بضائعهم وتغرمهم جبايات ومبالغ مالية كبيرة بحيث أنهم يعني ينصعوا لقراراتها بما يخدم أهدافها إذا ما تم النظر أيضا إلى الإجراءات الحوثية التي عمقتها الانفصال ما هو الضرر الواقع على المناطق الخضعة للشرعية وأيضا على الحكومة نفسها نتيجة هذه الخطوات التي تقوم بها أو يقوم بها الحوثيون الحوثيون يهدفون من خلال هذه الإجراءات إجمالا إلى عدة أهداف أولا محاربة الحكومة اقتصاديا من خلال تشفيف من الإيرادات سواء الإيرادات الضريبية حرمانها من الإيرادات الضريبية والجمركية من السلاع والبضائع المستوردة عبر الموانئ المحررة إضافة إلى جعل السوق المحلية في مناطق الحكومة الشرعية تلجأ إلى الاستيراد من الخارج لتعويض هذه البضائعة التي كانت تأتي من الداخل إذا ما تم النظر أن الحوثيين أيضا منعوا دخول منعوا التجار والمزارعين من بيع بضائعهم وتصطيرها من المنتجات الزراعية من مناطق الميليشيات الحوثية إلى مناطق الحكومة الشرعية مثل المنتجات الخضروات والفواكه ومنتجات الدواجن وغيرها من المنتجات المنتجة في مناطق الميليشيات الحوثية بحيث يلجأ التجار في مناطق الحكومة الشرعية لتعويض هذا النقص إلى استيرادها من الخارج وما يكلفه هذا من خسارة أو يعمق اختلال ميزان المدفوعات إضافة إلى أنه حرمان الحكومة الشرعية من عائدات مبيعات الغاز المنزلي بعد قرار الحوثيين منع دخول شاحنات الغاز المنزلي وتوزيعها في مناطق الحوثيين وبالتالي أصبح هناك فائض من الغاز المنزلي وحرم الحكومة من عائدات هذه المبيعات الغاز المنزلي إذن يهدف الحوثيون إلى محاربة الحكومة وتشفيف إراداتها والتضييق عليها والإسهام في اختلال ميزان المدفوعات في مناطق سيدرتها إضافة إلى التضييق ومحاربة وتنكيل التجار ورأس المال الوطني المنافس للحوثيين بما يجعل الحوثيون يسيطرون ويحكمون السيدرة على السوق المحلية وعلى هيكل السلاع في مناطق سيدرتهم إذ أن التاجر الذي يغطي سلعة ما عندما تتأخر بضائعه في المنافذ وعندما يحتجزها الحوثيون يلجأ الحوثيون عبر أحد تجارهم إلى استبدال هذه البضائع وإلى تغطية السوق المحلية إضافة إلى ذلك هناك هدف حوثي يتمثل في تعظيم المنافع وتعظيم المكاسب وزيادة إرادة الميليشية الحوثية عبر حصر الاستيراد عبر ميناء الحديدة وما في ذلك من زيادة الإرادة الجمركية وزيادة الإرادة الضريبية إضافة إلى ذلك فإن الحوثيون بسيطرتهم على هيكل السلاع والخدمات في السوق المحلية يجعلون المواطنين في مناطق سيدرتهم أمام خيار واحد وهو دفع ما يحدده هؤلاء التجار وبالتالي هناك اختلال في توزيع الثروة هناك تركز لإعادة تشكيل رأس المال الوطني يدمر رأس مال ويدمر تجار في مقابل انتعاش آخرين هناك احتكار للسلاع والخدمات بأياد شلة معينة بعصابة المليشية الحوثية والتجار الموالين لها في مقابل تدمير الرأس المال الوطني شكراك سيد عبد الحميد المساجد من القاهرة شكرا جزيلا لك بحث وزير النقل اليمني عبد السلام حميد في عدن مع مدير البرنامج السعودي لتنمية وأمار اليمن أحمد المدخلي بحث الترتيبات الفنية النهائية للبدء بعمال أعادة إنشاء المدرج الرئيسي أو المدرج الرئيسي للهبوط والإقلاع في مطار عدن الدولي وكذا البدء في تركيب أجهزة الملاحة الجوية والاتصالات هذا وتفقد الوزير سير العمل والحركة الجوية وألية التنظيم والتشغيل في صالات الوصول والمغادرة ومكاتب إنهاء معاملات السفر والجوازات وكافة الخدمات التي تقدم إلى المسافرين لقي 187 يمني مصرعهم جراء الفيضانات التي شهدتها أربع محافظات في غرب ووسط البلاد مؤخرا وبحسب تقارير رسمية فإن الفيضانات والإنهارات الصخرية تسببت في أضرار كبيرة في الممتلكات ودمرت ألاف المساكن والبنى التحتية والمزارع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قمت معاناة النازحين في مناطق جنوب الحديدة نتيجة الفيضانات التي اتحت المنطقة مؤخرا ويعيش هؤلاء النازحين في ظروف قاسية منذ نزوحهم بسبب تهجير ميليشيا الحوثي لهم من منازلهم وزادت الفيضانات من معاناتهم حيث دمرت العديد من مساكنهم المؤقتة وجرفت جميع ممتلكاتهم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة